كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل الأعمال الجارية لترميم هرم منكورع وأكد الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار أن الحفائر الأثرية حول هرم منكورع لم تكتمل منذ عام 1837 وحتى الآن بسبب أحجار الجرانيت المتساقطة حوله وأضف وزيري أن أعادة تلك الأحجار إلى أماكنها ربما يكشف عن المراكب الجنائزية للملك منكورع أسفلها وأن نتائج تلك الدراسة ستعرض على لجنة علمية دولية متخصصة لتحديد الموقف النهائي قبل البدء في تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو